مع ارتفاع حركة المسافرين والشحن عبر مطارات السلطنة أطلقت شركة تنمية نفط عمان برنامجاً لتدريب أكثر من أربعمائة مواطن عماني في مجال خدمات المناولة الأرضية لتشغيلهم في الطيران العماني الوظائف هي أربع وظائف مختلفة مساعد حمولة الطائرات عندنا أيضاً وظيفة منسق الحركة الأرضية ومساعد تخليص إجراءات الحقائب ومراقب أيضاً حمولة الطائرات وطبعاً الطيران العماني له توجهات عديدة ما فقط في أرضية المطار ولكنه أيضاً يشهد في عدة مجالات أخرى أو في دوائر أخرى والحمد لله رب العالمين وصلت نسبة التعمين في الطيران العماني ككل 65% التدريب يستهدف حملة شهادتي الثانوية العامة والديبلوم الجامعي ويستغرق سنة واحدة وذلك تحقيقاً لأهداف الحكومة في تأهيل وتدريب الشباب العماني لدخول سوق العمل معظم الشباب بحمد لله خارجين الكليات فعادهم رغة إنجليزية وعادهم خبرة نصفهم دومية في شركات أخرى فالحمد لله أدهم خبرة من العمل الوظائف مناسبة طبعاً حسب ماهلاتنا وشهادنا فأتمنى للجميع أن يتوظف في الوظائف وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطنة خططها لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران المدني من خلال استكمال مشروع مطار مسقط الدولي والمطارات الإقليمية الأخرى في صحار والدقم ورأس الحد بعد افتتاح مطار صلالة العام الماضي والتخطيط لمطار سادس في محافظة مسندم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر